ربما يكون اختباراً حقيقياً لمدد سيطرة الحكومية على ميليشيات الحجد في العراق فالأفق المتعكر بين الولايات المتحدة وإيران ينظر بتصعيد المتواصل بين الجانبين على وقع العقوبات الأمريكية وإدراج واشنطن الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب زعماء ميليشيات الحجد سبق أن هددوا باستهداف القوات الأمريكية في العراق بل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد مؤخراً باستهداف سفارة واشنطن في بغداد في حال عدم التجاوب مع مطالبه بإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني الأمر الذي عنده البعض انخراطاً منه في الصراع الذي يطالب بإبعاد العراق عنه ولعل ذلك ما دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى محاولة التوصل إلى اتفاق مع زعماء الميليشيات لضمان عدم الاحتكاك مع القوات الأمريكية أو مصالحها في العراق الصحيفة العربي الجديد كشفت في تقرير لها أن عبد المهدي توصل بالفعل إلى توافق سياسي خلال الأيام القليلة الماضية بمقتضاه حصل على تعهد من قيادات ميليشيوية بعدم تحويل العراق إلى ساحة للصراع الأمريكي الإيراني تعهد وقعه زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وزعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس وآخرون غير أن محاللين يرون أن المشاركين في هذا التوافق مجبرون على ذلك ولا خيارات أخرى أمامهم فأي مواجهة أمريكية إيرانية في البلاد تعني تهديداً بانهيار العملية السياسية برمتها وبالطبع لا طهران ولا واشنطن ولا عبد المهدي ولا ميليشيات الحجد يريدون ذلك إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء هذا الاتفاق وصمده أمام أي تصعيد أمريكي إيراني فكثير من الميليشيات ترى في توجيهات المرشد الإيراني أمراً دينياً لا سياسياً فقط لذا فلا شيء يمكن القول عنه إنه اتفاق نهائي الأمر إذن يبقى مرهوناً بتطورات الصراع بين طهران وواشنطن ورغبتهما بتوريط العراق في ذلك الصراع بينما تبقى حكومة عبد المهدي بين أمريكا وإيران مجدودة بين حبلين يحفظانها من السقوط إلى المجهول لكنهما في الوقت نفسه إذا اشتدا فربما يمزقانها اشتركوا في القناة